بها الوضع الاستثنائي اغلبية العالم اليوم موجودة ببيتها عم بيكونوا اونلاين يا اما تيتواصلوا مع الفرنز والفاميلي يا اما عم بيوكبوا التطورات هيدا الفيروس اما حتى عم بيشتغلوا اما البرانز في منهم نكفوا كأنو بزنس از يوجول بس في منهم نوقفوا كل الاكتيفتيتيز تابعا عم موقع التواصل الاجتماعي لهولي البرانز اما لسوشال ميديا اكسبرتز رحضر هيدا الفيديو بركي اقدر اعطيكم ستة نيو ايدياز زدون انتو عال سوشال ميديا كلندر تابعكن بهالمرحلة الدقيه مرحبه اسمي جو علام انا سوشال ميديا وكنتنت كرياتر ولكم تو ماي فلوغ قبل ما ابلش هيدا الفيديو بالستة نيو ايدياز خليني بس اذكر ثلاث قصص لتوقف تعملون عم وقع التواصل الاجتماعي اول شغلة هي البرانز انو لازم توقف تاخد ادفانتج من هيدا الفيروس كرمال تبيعنا سورفس معين اما برودكت معين عم نشوف كتير هالشي عم يتكرر عم وقع التواصل الاجتماعي مش بس هيك حتى عم يبعطوا لنا ايميلات لذات الغرض يبيعوا هالسورفوس اما هالبرودكت هالشي اكيد لازم يوقف لانو عم يقزى اكيد البرانز والريبيوتيشن تمول هيدا البرانز ثاني شغلة البرانز لازم ينتبهوا عليها هي انو المعلومات اللي عم يخدوها ويحطوها عم وقع التواصل الاجتماعي خاصة بهيدا الفيروس تكون من محلات موسوقة مثل الو اي تش او اذا ما عندن معلومات موسوقة ما يحطوها ابدا عم وقع التواصل الاجتماعي ثالث شغلة اللي لازم تتوقف هي التكرار عم نشوف كتير هيدا الفيديو اللي عم بيعلمنا نغسل ايدينا كل البرانز اليوم عم يعملوها الامبليويز عم يعملون اتس اترا بفتكر انو تخطينا هيدا المرحلة وصارت كل الكرة الارضية تعرف تغسل ايديا لازم نروح عمرحلة تانية اكيد دلنا عم ننشر الوعي بس بطريقة ازكى وبطريقة اكتر كرييتف في كتير براند عم يعملو قصص كتير مهدومة نوصل للبارت التاني ويمكن اغلبية تكون ناطرينو هنال 6 ايديا اول شغلة هي انو عم نشوف كتير قصص نيجاتف عموية عم التواصل الاجتماعي حتى على تيفي سو هون البرانز يمكن دورة تكون اكتر بوزيتف يعملو بوستيت شوي مهدومة مثلا موتيفشن الكوتس اما يمكن فيديوز بضحكو ويمكن ميمز يكونوا خاص بالكورونا بس بطريقة بطرفة معينة هيك العالم شوي بيهربو من واقعون ان يكون شوم بوزيتف من هيدا البراند الشغلة الثانية لازم نرجع شوي عالسوشال ميديا كيف كانوا نشتغلو بال 2011 وتكون البرانز اكتر سوشال مع الفولوورز اما مع الكلاينز اما الكميونيتي تابعون ويعملو بوستس وانجاج مع هيدا الكميونيتي كيف يسألون اسئلة مثلا شو عم بيعملو اليوم هني موجودين ببيتون اما حتى شو هني القولز اللي عندهم يهم وقتا تخلص الكورونا انو دفنتلي هيدا مرحلة صغيرة ويحتمرو شو رح يعملو ما بعد الكورونا وهني بتقدر هيدا البرانز تعرف اكتر العالم اللي موجودة على البلاتفورم تبعها واكيد بيتوصلوا معه ثالث شغلة هي بهايد تسينز نعرف هلأ كل البرانز ولا حدا عم يشتغل بزنس حتى في معامل اليوم عم بتوجه المعامل تبعها تدفيد العالم يا اما عم بيعملو مكانيات ريسبيراتوار متل ما شفنا بإندفكو بعدين رح يعملو ماسكيت كمانا في برانز انترناشنال بلشت تعمل ماسكيت وتوزعها على العالم اما عم بيعملو جايل للإيدين كمانا هون هيدا وقت كتير مهم انه تمنشن هالشي على السوشال ميديا يا اما بفيديو يا اما ببيكتشر وخاصة انهم يستطيعون تبوست بأرخص سعر الادز على فيسبوك عم بتكون أرخص بكتير من كأنه بزنس ازيو شوال كمانا في برانز اليوم عم يشتغلوا من الستوك تبعهم عم بيوصلوا البداعة للعالم اما الامبلييز عم يشتغلوا من بيتهم كمانا فيهم يعملو بوستيت يا اما فيديوز يا اما بيكتشر عن هيدا المرحلة كيف عم بيشتغلوا تبا يوقفوا شغلون كمانا الامبلييز كمانا تبعهم يدلون عم بيشتغلوا وما يتركوا شغلون وكيف نحنا عم نستلم هيدا البداعة هيدا الشغل هيدا المرحلة هي استثنائية ولازم انا بنسبة لأيلي نوسئها عم ويعا التواصل اجتماعي نوصل للبوست الرابع هو رح يكون throw back Thursday هلا اكتير وقت هول البوستيت نجع نعيدز بالذاكرة مرحلة يمكن حلوة تعطو فيها مع عيار امبلييز فيديو يمكن مع عيار امبلييز اما مع عيار امبلييز اما مع عيار كلاينتس نجع نحطوهم مواع التواصل الاجتماعي اما يمكن فيديو مهدوم راح فيرل عندكم كمانا نجع نتذكروا هيك بتجعو بتعطونا يمكن فسحة امان لهالمرحلة الصعبية اللي نحنا عم نمرق فيها الفكرة الخامسة وهي رح تكون عدة فيديوز تشتغلون مع الفلونسرز اكيد بالفيل تبعكن تعطو البرودكت لهول الفلونسرز تعطوهم تشالنج معين يعملوا بهالبرودكت وهنى بوقتي خلصوا هالتشالنج كمانا دي هفتو نومينيات اناثر بيبل تيعملو هالتشالنج بهيدي الشغلة بتسلو العالم اللي لحقين هالانفلونسرز اما لحقين كون انلاين مش بس هيك كمانا بتضوو عالبرودكت تبعكن اما عالبراند تبعكن السادس فكرة وهي الاهم نشكر الامبلييز اللي عم يشتغلوا معنا هيدا البرودكت بهالوقت الصعب فيها تكون بعدة افكار حتى يكون فكرتين سامبل اول شغلة هي نقي امبليي اوف دا ويك كل جمعة مثلا نهار الجمعة نقي امبليي معين بيشتغل معنا ناخد صورته نحكي شو بيعمل وكيف عم بيقضي وقته بهالوقت الصعب اما سمول فيديو هو يخبرنا كيف عم يشتغل من بيته يمكن اما من محل تاني الشغلة التانية اللي بده اكتر شوي شغل هي نعمل سامري فيديو سامري كيف كل الامبلييز تبعنا عم يشتغلوا بها الوقت الصعب واكيد نحطه اونلاين وما ننسى نعملوا بوست لانه مثل ما قلت اليوم تكريايت ادز على فيسبوك عم يكلفونا اقل بكتير من المرحلة السيبة سهول هني كانوا ست افكار نزدوهن على السوشال ميديا كالندر تبعاكن هبفولي جايز حبيتوا هيدا الفيديو وما تنسوا تو لايك تو سبسكرايب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا